كميات ضخمة من أنياب العاج هي الأكبر منذ سنوات ضبطتها السلطات الصينية الشهر الماضي وذلك حسب ما أعلنت تلفزيون الصيني الحكومي يوم الاثنين وقالت هيئة الجمارك إن نحو سبعة أطنان ونصف الطن من الأنياب العاجية المهربة ضبطت خلال عملية استهدفت عصابة دولية إجرامية متخصصة في تهريب العاج منذ وقت طويل الصين التي تعد أكبر مستورد ومستخدم نهائي لأنياب الأفيال حضرت بيع العاج في البلاد عام 2017 وأدت طلب على العاج في دول آسيوية كالصين وفيتنام إلى زيادة الصيد غير المشروع في أرجاء أفريقيا ويتم تحويل العاج في تلك الدول إلى حلي وزخارف وقالت هيئة الجمارك إن الصين ضبطت منذ يناير كانون الثاني نحو ثمانية أطنان ونصف طن من العاج والمنتجات العاجية ترجمة نانسي قنقر